جهود مكافحة الفساس وأن كان على المستوى الشخصي أو على المستوى الحكومي أو على المستوى القضائي أو على مستوى الجهات الرقابية ليس بالمستوى المطلوب يعني أبدأ حتى بنفسي ليش؟ لأن أنت اليوم كنائب ما تمتلك غير بصوتك وتحيل ملفاتك للنزاهة أو القضاء أكون هناك في التعقيدات كبيرة جدا يعني تكون معوقات أمامك في أن يوصل الملف إلى النتيجة النهائية إلى المحاسبة واسترداد المال شقي يرتكب جريمة الفساد ينال أقابة والأموال ترجع كلا هاتين الأمرين لم يحصل خلال السنين الماضية بدأت منظومة الفساد تتحول إلى ثقافة تتحول إلى ظاهرة بعد أن كانت فردية بدأت القوى السياسية تشكل منظوماتها الاقتصادية أدواتها التنفيذية هذه المنظومات الاقتصادية والأدوات التنفيذية غيبية لا يصل لها حكم القانون وبالتالي هذه المعوقات فإذن نستنتج بأن الفساد في العراق فساد سياسي يعني لدينا بعض القادة هم لصوص أو هم سراق للمال العام لماذا عندما يسمحون بعض القادة أن تكون لهم هيئاتهم الاقتصادية ولجانهم الاقتصادية وأدواتهم التنفيذية ويسمحون بصرقة المال العام